بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة والاحباء اهلا بحركة فيديو جديد في مقطع فيديو يا جماعة منتشر بشكل كبير جدا مقطع الفيديو ده المفروض من خلاله بيظهر عملية تنقيب والمفروض نتج عن عملية التنقيب دي ظهور كمية كبيرة جدا من الدهب المفروض ده يعني ملخص الفيديو مغارة علي بابا حرفية ده اللي هيظهر فيه الفيديو ما بقولش ان الكلام ده حقيقي او مش حقيقي انا شخصيا مبدئيا ما عرفش اي حاجة عن القصة دي وانا بعرض لحركه او هعرض لحركه الفيديو عشان نفكر سوا مع بعض واللي عنده معلومة يريد تكتبلي في التعليقات او يتواصل معاه زي مقطع الفيديو بيرصد عملية اعمال حفر يعني نتج عنها المفروض وفقا لأعمال الحفر دي ان فيه كمية كبيرة جدا من السبائك الذهبية والكنوز موجودة والكلام ده يقول ويقال ان هذا الكلام في المينيا محافظة المينيا برضو كلاو في اي حد محافظة المينيا الكلام ان دي كنوز رهيبة تمكتشافها انا شخصيا لو هتسألوني عن رأيي لو هتسألوني عن رأيي في الفيديو ده انا شخصيا شاكك فيه ان كل الكلام ده كله مش حقيقي وانه معمول كده للبروباجندا لانه المفروض ان ده كشف اسري وهنشوف كده ان السباك الزهبية موضوعة في فاترينات طب ازاي فاترينات بقى هل ده كشف اسري ولا لحد عينهم مثلا كان مخبيهم يعني انا شخصيا انا معلوماتي صفر عن هذا الموضوع ولكن انا بشاركو مع حضراتكم عشان خاطر يعني نفكر مع بعض ايه ده هل ده حد بيشتغلنا يعني في عامل القصة دي ولا ده بجد ولا انظامه الله اعلم لانه لو بجد لو من وجه التنظري كان هيبقى ضجة عالمية مش محلية بس يعني ولكن احنا هنعرضه وخلاص اعتبروه فيديو خفيف كده يعني بنرفه بيه عن نفسنا ويعني ازا كان اتمنى انه يكون حقيقي اتمنى يعني وان كنت شاكك بنسبة كبيرة على فكرة انا واضح جدا في كلامي اهو انا معرفش حاجة على الفيديو ده وانا شاكك اصلا في الصحة ولكن انا بعرضه لحركة ومفكر مع بعض فيه ولكن انا شخصيا اتمنى ان يكون حقيقي اتمنى ان يكون الكنز ده موجود في بلدي يعني اتمنى ده طبعا يعني فيهاش كلام يعني ما فيهاش كلام اتمنى اللي الخير يعوم على بلدي وعلى شعب مصر العظيم اللي انا زي ما قلتت الحراركو قبل كده انا بتشرف اللي انا واحد منه انا اتمنى ده ولكن القصة مريبة ومش واضحة طيب برضوك عشان ايه منعودش نلغي كتير يعني نشوف كده ايه مع بعض الفيديو اسناء حديث ما احضر لكم هو ده يا جماعة مقطع الفيديو اللي يعني منتشر بشكل كبير وهو اتبعت لي عن طريق احد الاصدقاء على فكرة وزي ما حركوا شايفين ان هو يعني المفروض ان دي كمية سبائج ذهبية وعفي اعمال خفر بالتم واكتشفوا السبائج الذهبية زي ما حركوا شايفين مرصوصة ما شاء الله شكلها فوق بعضها يفرح كده وطبعا هتشوفوا بعد كده احد الاشخاص عمال يطلع حاجات كده من زي علب او سنديق صغيرة وينفض من عليها الطراب عن طريق الفرشة كده وهتبان بقى كنوز وحاجات زي كده زي ما قلت الحركو انا شخصيا ما عنديش اي خلفية على الموضوع ده واحنا بنتكلم كده اتمنى طبعا لو في يا سؤال اتمنى ان يكون ده كلام حقيقي ولكن انا بشك فيه بنسبة كبيرة جدا يعني يعني ان الكلام ده كله كلام يعني هبل وعبط ويعني حاجة ملهاش اساس من الصحة انا شخصيا قلبي يحدثني بهذا يعني يعني قلبي بيقولي هذا الكلام ولكن حبيت ان انا شاركوا مع حضراتكم عشانكم برضوك لو ايه نوصل لحقيقة القصة يعني دي زي مولت حد مثلا بيلعب بالناس عامل فيديو للتهريج ولا الكلام ده كلام حقيقي يا الله اعلم ولكن احنا شايفين وفقا للصورة المعروضة او للفيديو اللي شغال قدام حضراتكم ان في كميات كبيرة جدا يعني دي يعني من السبائق الله اعلم دي دهب بقى ولا مش دهب الله اعلم برضو كيع ولا صفيح ولا نحاس ولا انظامها انا ما عرفش ولكن احنا شايفين كميات مين بقى اللي عمل ده ومين اللي رص الرصة دي وايه عاملات الخفر اللي كانت شغالة في الفيديو اللي حضراتكم شفتوها وايه 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 اسئلة كتيرة جدا بتطرح نفسها اه ومحتاجين حد يجاوبنا عليها بصراحة يعني انا عامل فيديو ده مش عشان اقول لكم ان القصة دي ايه انا عامل فيديو عشان اسألكم ايه ده يعني بجد يعني ايه اللي احنا شايفينه ده فاتمنى لو في اي حد من حركه عنده معلومة عن القصة دي او عن يعني الامر ده امش عاوز اقول كشف ومش كشف لان انا شخصيا لو قلت كشف بقى انا اديته صفة الكشف الاسري هو ما عرفش اذا كان كشف اسري والا كشف ايه الله اعلم يعني ولا كشف مستعجل انا معرفش وانا نظامه ايه ولكن انا زي بقول كده انا شخصيا اه معرفش حاجة عن الموضوع ده وشاكك اصلا فيه اساسا اه وفي نفس الوقت يعني ما بقتنعش انا بسهولة بالحاجات دي وفي نفس الوقت لو كان ده الكشف ده كشف حقيقي فعلا او الامر ده حقيقي طبعا اكيد كان هيبقى خبر عالمي يعني مش محلي بس يتم تداوله اه في مصر ده كان هيبقى كشف علامي يعني كشف علامي بكل ما تحمل الكلمة معنا فأتمنى حراركوا تكتبوا لي فيه التعليقات وانا شايفين المشهد اللي قدامكم ده ازاي انا حبيت اعمل الفيديو السريع ده بس عشان اعرض لكو هذا الفيديو الغريب والمريب والعجيب من خلاله وبعد كده نتناقش مع بعض من خلال التعليقات اللي عنده اي معلومة ياريت يبلغني او يكتبني في التعليق اتشرفني طبع بكتابة التعليق بتاعه على الفيديو او نتناقش يعني مع بعض يعني لو حتى ما فيش حتى عنده معلومة قديرة بندردش وبنتكلم مع بعض لغاية لما نشوف ايه اصل وفصل القصة دي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة